كل الأنظار تتجه إلى مطار بيروت الدولي حيث من المتوقع أن تحط خلال الساعات المقبلة تائرة أتية من الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها مسؤول وحدة الارتباط والتنصيق في حزب الله وفي اقصفة والموقفون اللبنانيون في سجون الإمارات لم تكن هذه الزيارة والدة اللحظة بل أتت تتويجا لسلسلة اتصالات حصلت طيلة الأشهر الماضية حيث تشير مصادر مواكبة للملف إلى أن مسؤولين إماراتيين تواصلوا مع الرئيس السوري بشار الأسد منذ أكثر من ستة أشهر ونقلوا إليه قرار الدولة الإماراتية إطلاق صراح الموقفين اللبنانيين نقل الأسد الخبر إلى حزب الله وبناء عليه فتحت قنوات الاتصال بين كل الأطراف للوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق وتفيد المصادر بأن شخصية إماراتية أمنية وصلت إلى بيروت خلال الأيام الماضية عبر طائرة خاصة والتقت صفا واستحبته معها إلى الأراضي الإماراتية وهو تطبيق للاتفاق الذي حصل مع الرئيس السوري القاضي بإرسال حزب الله أحد مسؤوليه لأبوظبي لاستلام الموقفين يصل عدد المحتجزين اللبنانيين الموجودين حاليا في الإمارات إلى سبعة أشخاص أربعة منهم محكمون بالسجن المؤبد والباقون تتراوح أحكامهم بين سجن لعشرة وخمسة عشر عاما علما بأن أبوظبي كانت قد أطلقت صراحة عددا آخر من الموقفين خلال السنوات المواضية حين كان المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يتابع الملف مع الجانب الإماراتي المصادر المواكبة تؤكد أن أفراد عائلات الموقفين جميعا موجودون في لبنان وأن الاتفاق بحال نجح سيحتاج التطبيقه إلى بعض الترتيبات الخاصة بكل موقوف على حدة ما قد يؤخر عودتهم إلى لبنان في وقت يصر وفق صفة في كل مرة يتم التواصل فيه معه على موقف واحد دعونا هي بطبيعة الحال مرحلة جديدة من العلاقات بين الإمارات وحزب الله كيف لا والتواصل اليوم مباشر وداخل الأراضي الإماراتية وبانتظار عودة صفة إلى بيروت حاملا خلاصة المشاورات ونتائجها يبرز السؤال التالي لماذا تم التواصل مباشرة مع حزب الله وليس مع الدولة اللبنانية أو الأمن العام اللبناني لإطلاق صراح الموقفين وهل تكون هي خطوة جديدة من مسيرة تصفير المشاكل التي تسلكها الإمارات أخيرا في سبيل تخفيف وحتى القضاء على التوتر الذي سيطر على المنطقة وإقليمها طوال السنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر